في إطار التعاون القايم بين المغرب وفرنسا في مجال التعليم العالي عقد اليوم بالرباط اجتماع حضره وزير التعليم الحال والبحث الحلم وتكوين الأطر ومتصرف المعهد الوطني للفنون والمهني بفرنسا وتوجى الاجتماع بتوقيع اتفاقية شراكة بين المعهد الفرنسي والجامعة سيد محمد عبد الله والجامعة المتوسطية ويهدف هذا التعاون إلى وضع العديد من التكوين المشتركة والتي تستجيب أساسا لسوق الشغل ولمتطلبة سوق الشغل المغربية ولسيما بالجهة المعنية هي جهة فس بفضل المغرب نعتقد أنه بإمكاننا جميعنا المساهمة في إحداث تكوين جديد ومن تم الإسامة في النمو الحقيقي الذي يتمثل في النمو المشترك بين ضفتي المتوسط وبين الدول التي تجمعها روابط تاريخية متينة وبالنسبة لنا فإن هذا يعاد حدثا بالغا لهمية الاجتماعية في إطار تفعيل بنود اتفاقية لإحداث مؤسسة للتكوين بالمغرب والمواقعة بين المغرب وفرنسا خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي للمغرب في الرابع من أبريل الماضي اشتركوا في القناة